تساقط الشعر من أكتر الأسباب اللي بتسبب لنا ألأ هو إنك تلاقي تساقط في شعرك وعشان كده قررت نعمل الفيديو ده عشان أعرفك إن تساقط الشعر ليه أكتر من سبب ومهم جدا جدا إنك تعرفي إيه سبب التساقط اللي عندك لإن كل نوع ليه طريقة التعامل مختلفة فيه شوية حاجات بسيطة ممكن بتعمليها في البيت هتعرفي منها سبب التساقط ده إيه عشان أتعرفي بعد كده إزاي تتعاملي معي شعرنا من طبيعته لدورة حياة ودورة حياة الشعر دي بتبدأ بمرحلة النمو واللي بتستمرني معانا في حدود ثلاث سنوات بعد مرحلة النمو بتيجي مرحلة السبات طب إيه مرحلة السبات دي دي مرحلة الشعر فيها ثابت على حاله لا منه بيقع ولا منه بينمو ودي بتبقى في حدود ثلاث شهور بعد كده بتيجي مرحلة التساقط ودي بتكون فيها الشعرية اتفكت من جدرها أو مسكة بحاجة بسيطة بنلاقي خلال ثلاث أسابيع الشعر بيتساقط إما لوحده أو مع التسريح أو مع الغسيل أو أي حاجة بسيطة بتشد الشعر وعشان كده من الطبيعي إن الشخص يقع من شعره في حدود من خمسين دي مئة شعرية يوميا وده يعتبر من دورة حياة الشعر الطبيعية يعني له مرض ولا حاجة تقلق بأي شكل من الأشكال الكام حاجة اللي هتعمليها هتعرفك نوع التساقط اللي عندك إيه خصوصا إن في حد ممكن يبقى عنده أكتر من نوع من التساقط في نفس الوقت وده بيخلي معدل تساقط الشعر أكبر وأسرع من المعدل الطبيعي أول نوع وأشهر نوع في تساقط الشعر ده بيحصل للناس اللي بتحصل لها بعض الظروف زي نقص التغذية أو مرض ما أو تتعرضي لشد عصبي جامد كل ده بيخليل للشعرية تدخل في مرحلة التساقط بمعدل أسرع من الطبيعي يعني بدل مكانة الشعرية في مرحلة النمو تنتقل لمرحلة التساقط وده بيخلي عدد الشعر اللي بيقع كل يوم أكتر من 100 شعرية وممكن الرقم دي يبقى أكتر من كده بكتير تاني نوع هو تساقط الشعر الوراثي وده بيسيب الرجالة وبيسبب لهم الصلع وده بيكون بأشكال مختلفة وبدرجات متفاوتة وبيجي برده لبعض السيدات بس بتبقى بطريقة مختلفة شوية النوع ده تساقط فيه بيبقى تدريجي يعني بيحصل على كذا سنة والناس بتبدأ تلاحظوا من العشرينات أو التلاتينات ممكن يحصل من قبل كده لو الحالة جديدة لأن دي حاجة بتبقى مرتبطة بالهرمونات تالت نوع هو السعلبة وده بيحصل بسبب لغبطة في جهاز المناع ده عادة بيحصل لما يكون الإنسان تعرض لشد عصب جامد فبيحصل له خلل في جهاز المناعة فبينلاقي جهاز المناعة بتهاجم بصيرات الشعر في منطقة معينة ممكن تبقى على شكل دايرة أو عدة دواير كبيرة أو صغيرة المهم إن التساقط ده بيحصل بطريقة سريعة وفترة قصيرة قوي وبتكون المنطقة دي خلاص فديت ما فيها الشعر خالص ولو الشخص فديل متعرد لنفس السبب اللي وصل للمشكلة دي هنلاقي كل شوية بقرة جديدة ورابع نوع وده أشهر نوع ممكن يحصل للسيدات ده بيحصل في سن الأربعين وبينلاحظوا دايما في مقدمة الرأس وممكن يحصل في الحواجب النوع ده بيحصل بسبب تغير هرمونات في الفترة دايت ودي كانت أشهر أربع حالات أنواع تساقط بتحصل للناس وبقى الأنواع مش مصيرة قوي طب لو أنا لاحس إن عندي تساقط في الشعر أعمل إيه؟ أسأل نفسي عن أربع حاجات العدد المكان الزمان الظروف يعني لو عدد الشعر اللي بيقع مني كل يوم أقل من ميت شعراية يبقى أنا كده طبيعي ومفيش مشكلة ومش محتاج أشغل بالي لكن لو الشعر اللي بيقع مني ده أكتر من ميت شعراية محتاج أسأل نفسي عن المكان هل هي في مقدمة الرأس؟ هل هي وقد شكل بؤر زي السعلبة؟ هل وقد شكل الصرع الوراسي؟ الزمان يعني بلاحظ الشعر اللي بتساقط ده بتساقط على مدار قد إيه؟ يعني في السعلبة الشعر بيقع بسرعة وممكن خلال أيام بسيطة الشعر كله يفضل لكن لو حاجة أخدت معي فترة أطول على مدار سنين والشعر بيقع تدريجي يبقى ده أنا أفكر في الصلاع الوراسي والظروف يعني لو أنا متعرضة لشد عصب جامد أو توطر أو أنا في مرحلة نقص التغذية إن أنا مثلاً عاملة حمية معينة للتخسيس أو اتعرضت المرض معين دايماً بنلاقي الناس اللي بتعمل عمليات تغيير مصار أو الحاجات اللي متعلقة بالتخسيس ديت بنلاقي دايماً إن أول سنة شعرها بيقع بطريقة جامدة جداً وده بيكون لسوق التغذية طب هو أنا لما بيحصل لي تساقط ممكن أبقى محتاجة لتحليل معينة مش كل الحالات بتبقى محتاجة تحليل لكن من التحليل اللي ممكن تفيدنا في موضوع تساقط الشعر تحليل الحديد أو تحليل غضة ضرقية أو تحليل الزينك أو تحليل فيتامين دال وفي أغلب الحالات لو الأسئلة دي جاوبتها مع نفسي هعرف أصرف إزاي مع حالتي